ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل في فكرة لطيفة جدا كتير مننا بيقع في مثل أو مثالين شعبيين كده على مدار يومه ويمكن احنا كمان بنقولهم بشكل شخصي لكن مش عارفين ظروفهم ايه او معناهم ايه فدي كانت فكرة برنامج جبتلك التايها اللي بيقدمها الكاتب الصحفي محمد ابراهيم تاييمة على قناته على يوتيوب اللي باسمه ريحة الحبايب تاييمة صباح الوردة عليك صباح الوردة عليك صباح الوردة عليك عايزين نعرف ايه اساس صباح الوردة عليك يا بها عايزين نعرف بقى ابتديت ازاي الموضوع والله يعني في 2011 كنت بشغل صحافة فانشأت قناة وعنه يوتيوب بس ما كنتش مهتمة بيها بالنزل لما طلع مثلا اتكلم على حاجة اه بتكلم على فنان فانزل اللينك بتاع الفيديو احطه على القناة وخلاص وبعدين بعد التطورات الاخيرة اللي بدأت تحصل في مهنة الصحافة قررت ان انا استسمى للقناة وان انا اشتغل بس اشتغل بفكري انا او بمنهجي انا وبطريقتي انا يعني قلت انا هعمل محتوى محتام اه سواء يجيب فلوس او ما يجيبش يجيب مشاهدات او ما يجيبش انا هعمل المحتوى اللي انا مقتنع به ومستمتع بادائه ومستمتع بادائه والارشيف بتاعي اللي انا هسيبه لولادي بعد كده يبقوا فخوين به يعني ما قدمش حاجة حالس ولا قدم حاجة زي الحاجات اللي بتاع بلترندات وفي النهاية الحمد لله يعني حتى المحتوى المحتوى بيجيب نتيجة دلوقتي طب اش معنى الابصير الشعبية ايش معنى دي لا ده مؤخرا يعني انا بدأت اصلا من الاول خالص انا اصلا محتايف في الكتابة الفنية في الفنانين خاصة في الجزء الارشيفي اللي هو بتاع الفنانين الناس اللي هم بتوع زمان والخطرة او كده اه الناس بتوع زمان وقصصهم الانسانية حياتهم انا كمم بشدينها طبق كده قوي يعني ريحة الحبايب يمكن اكتر قصة بصراحة اثرت فيها قوي كان عبد الفتاح القصري اه انت حقيق وخليني اقول ان محمد طعيمة من اول رواية ريحة الحبايب والخيرتي ودلوقتي الامثال الشعبية يعني قد ايه انت عندك زوايا مختلفة بتلعب بيها بتلقي الضوء على البييوغرافيز او السير الزاتية للفنانين اللي هي لسه الناس متعرفهاش كواليس حياة الفنانين وفي نفس الوقت الخرتي القيت الضوء على مهنة انا كنت اول مرة اسمع منها منك ايو ايو الامثال الشعبية بقى خلينا نقول الفكرة دي مش جديدة يعني طول الوقت كابت تتعمل في برامك حتى من زمان وفي تلفزيون لا وكتب كمان او كتب كتب كبير اه كتب كتير امثال الشعبية احمد باشا طايمور انت بقى ايه يعني ايه الجديد اللي عملته المرة دي وانت بتقدم اصل المثل الشعبي بص ايما انا لما بدأت اشتغل على القناة كنت كنت بشغال عليها من باب الهاوي اللي هو بيقدم الحاجة اللي هو بيحبها سواء تجيب او ما تجيبشي مع التطور اللي بدأت الحظه بدأت اكتشف ان في نوعية من الناس مثلا ما بتحبش الرغي الكتير في اول الفيديو فبدأت يعني احنا معاوش احنا معانا ممكن جزء ممكن نشوف اللي هو مثلا اللي ما يعاوش يقول عتس وبعد كده ابدأ اشرح قصة المثل يعني تدخل في الموضوع في ثلاث دقايق ليه لان انا اكتشفت ان الجمهور بتاع اليوتيوب مختلف عن جمهور التلفزيون مختلف عن جمهور الصحافة مختلف عن الجمهور العادي فبدأت اقدم له المحتوى بالشكل اللي يناسبه هو السرعة المعلومة اللي غايبة عنه والشكل اللي هو محتاج يتفرج عليه فيه فده بدأت اعمله وبدأ ييجي موضود ده بالنسبة لموضوع الامثال هي موجودة اه هي موجودة بس احنا كتير مننا من الجمهور اللي هو جمهور اليوتيوب تحديدا يعني انا ما بخش على الاحصائيات بتاعة القناة عندي بلاقي ان الجمهور اللي بيتابع القناة من 35 ل45 دول نسبة 50% من الجمهور وبعد كده من 45 ل55 12% و13% فإذا انا عندي نص القناة جي لشباب ما يعرفش اصلا الامثال دي وما يعرفش حاجة فأنا انا بمخطئ لو انا ما احتلهمش وقدمت لهم المحتوى اللي هم عايزينه وبالشكل والطريقتي انا اللي انا بحبها ونعمل البالنس دوت لأت حاجة لزيزة جدا طبعا لو انت كتبت كتاب عفريتا هينم آه عن الفنانة سامية جمال اش مالا بقى سامية جمال انا كنت بحبها هي دي بس الايجابة انا بحبها انا بحبها وبعدين حياتها كانت مليانة قصص مأساوية وهي فتحت لي كمان سكة اللي اكتب اقتل حبايب كان بدايته من سامية جمال لان انا وانا بدور وقعت في السكة مثلا في رجدة ابوازة وقعت في السكة مثلا باسماعيل ياسين وقعت في السكة باعفتاحه القصري لقيت شخصيات كتير فلقيت شخصيات كتير فقررت ان انا الاول اخلص الهدف اللي انا كنت اشغال عليه التارجة اللي انا حط اللي هو سامية جمال قصة حياتها من ساعة ولادتها والبهدالة اللي شافتها في حياتها لحد ما ماتت وهي رفضة تاخد جنيه من بنا ادم علشان خطر تفضل عايشها بعزة وقرامة لدرجة ان هي مثلا طلعت تشتغل بعد ستين سنة طرقص بعد ستين سنة علشان محدش يصرف عليها جنيه شفتلها الفيديو ده كانت حاجة صعبة والسامية الصابي اللي كان بيقدمها وبعدين بعد ما خلصت بدأت اشتغل على ريحة الحبايب وجمع بقى القصص الانسانية اللي انا قابلتها في رحلة البحث عن سامية جمال ايه اللاين المشترك اللي لقيته في مسيرة ريحة الحبايب مع كل الفنانين ان حياة الفنانين مش وردية زي ما الناس متوقعة يعني الناس متوقعة او الناس شايفة ان الفنانين بيحروجوا وبيضحكوا وحتى زمان لما كانوا بيعملوا في الكواليس ويعملوا الكواليس بتاعت الافلام او المسلسلات ويفضلوا يضحكوا ويعملوا في بعض مقالب الناس فاكين ان هي دي حياة الفنان فلا هي مش كده على فكرة يعني فيه واحد مات ممشيشوش جناز صغيرة ببعة فيه واحد قاعد في البيت ممعوش فلوس فيه واحد طلق مراته مقبع علشان كان بيحبها وعايز يحافظ على قصة الحب اللي بينهم احمد زكي فيه واحد كان هيامي نفسه من فوق العمى علشان طلقته ماتت فيه قصص مأساوية وحياة كتير الناس ما يعرفوهاش ومم بوشهر في الاخر وبعدين احنا ساهم في دوت مجموعة من الفنانين اللي موجودين دلوقتي صدروا للناس سواء بطيراتهم وبعابياتهم صدروا سواء سيئة مع ان الفنانين بشهر بيغلطوا وفيه منهم ناس قويسين وناس وحشين طبيعي زي اي مهنة وزي اي بن قدمين صحيح نرجع بقى للامثال وعايزين نعرف يعني الى اي مدى الامثال الشعبية او التراث الشعبي بيبقى جواة فعلا حكمة عبر الازمان بس قبل ما نتكلم عن النقطة دي انا هيكون جاهز معنا فيديو برضو من الفيديوهات بتاعتك من الشانل بتاعتك نشوفها مع بعض عن مسل من الامثال ونرجع نتكلم عنه بيقولك ايه بقى عصلباب النجار مخلع بيقولك الـ ماهن اللي ما يعرفش يقول عتس المتعس متعوس ولو علقوا على رأسه فنوس جت الحزينة طفع ملاقيت لهاش متع بيقولك المنوفي لا يلوفي ولو اكلته لحمكتوفي اللي اختشوا ماتوا يا عمل ده عمل فيها من بانها اهو لا طال عنا بالشام ولا بلح اليمن ايه اللي بالقيد على فمه تطلع البيت لامه يا عمد انا مش شهرقية البلد اللي عزم القرض اه القيد في عين امه غزاء على قد الحافك مدهج ليك يا ما جاب الغواب لامه وهجع تريمة لعدتها القديمة حياتنا ودنيتنا وتعاملاتنا اليومية قمصيين كلها تقريبا تقريبا اي معلاء موضوع الامثال الشعبية ايه زي ما انتو لسه شايفين كده وزي ما احنا سامعين ايه كلام كتير وامثال كتير بس هل هاي حد فينا وقف للاحظة هيسأل نفسه ايه حكاية المثل ده جي منين ايه بيتقلق اصلا ولا احنا بس كده مشهين وخلاص بنرجع مرة تانية بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من الامثال متمنتجة بشكل لايت وسريع محمد طايمو عاملها انت اللي بتامل المونتاج نفسك انا اللي بعم وان من شو يعني بكتب الاسكيبتات واو ايه هيبقى عندك الصغير اتضل يوراهو بقى طبعا يعني شاين فاكر والمنتاج انا عايز اقولك ان اول حلقة من انتجتها اعطي فيها 6 ساعات منتاج اللي هو 3 دقايق دول 6 ساعات منتاج عشان اراكب وقطع وعمل فواصل وراكب مزيكة طب الفيديو المجمع اللي احنا شوفناه ده اخد كام فيو اخد كام فيو حوالي 300 وشوية ده بومو ده بومو ده مش حلقة يعني ده بومو جاب 300 وشوية لان انا اصلا كنت نزلتو كمان على فيسبوك قبل اليوتيوب فاللي شافوا على فيسبوك مش هيجع كانوا يشوفوا على اليوتيوب طب انا وياسمين هنلعب معك لعبة دلوقتي كل واحد فينا هيقولك مثل وتحكي اصله ايه نبدأ بياسمين طيب انا عايز اعرف جدا لطالعنا بالشام ولا بلح اليام زمان كان الناس ما كانش فيه حنفيات مية في البيوت ولا في ال وكان الحل الوحيد ان الناس بيقوحوا عند البيع البيع ده اللي هو اللي موجود في قلب الصحة يملو لو انت تفتكي في الفيلم تعمت يا ابن شداد لما كان بقول لها يا حاملة الجرة كانوا بيجيبوا الزلعات كده يملوها مية تكفي معاهم بقى الاكل والغسيل واللبس وكده فكان الشاهد معانا في البطل بتاع اللي طالعنا باليامة كان رايح جاي يملت زلعتين بيجيبوا العصايا كده يحطوها في النص وفي زلعة هنا وزلعة هنا ويملوها مية ففي احدى المرات الزلعة بتاعته واحدة منهم اتشاخت فكان بيوصل على ما يوصل اخر من البيع لحد البيت كانت الزلعة بتفضي تلت تابع ميتها واحدة بتفضل سليمة فالناس يقولوا له اهم الزلعة القديمة وهاتلك واحدة جديدة وهو عامل نفسه مش سامع اهم الزلعة القديمة وهاتلك واحدة جديدة وهو مصمم على اللي هو في باله الى ان فات شهر فلقى الناس فجأت انه كان بيعمل حركة ذكية جدا المية كانت بتقع في خط السير بتاعه فكان بيجيب بزور ود فل يميها والمية بتقع عليها فبعد ثلاثين يوم بدأ الزلعة يطلع في طريق خط السير بتاعه فبقى عامل ممشى ليه كل ود وفل وياسمين وزوع فالناس قالوا شاف الراجل الواعي قال لهم انا سألنا لو اسمعت كلامكم ما قلتش طلط الا بلح الشام ولا عينة باليامة ده الموضوع طلعه كبير جدا مكتوط خيلة كل ده اه ايه ده صحيح طب دورك يا مهة بقى اه 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 موت يا حمار انا بحب الحمير جدا على الفكرة ومتعطفة معانو اه موت يا حمار اصله ايه ده قصة من الكصص الجميلة جدا بطلها جوحة اللي هو بطل معظم الامثال الشعبية بتاعتنا اه كان فيه حمار انطلق ودخل اصل الملك واكل من الزيع اللي موجود في الجنينة فالملك كان بالصدفة واقف في الفرندا او في الطرس فشاف الحمار وادهيق جدا ازاي حمار من بتوع عامة الشعب يدكل الاصر وياكل الزيع ويبهدل الدنيا بالشكل دوت امسيقوا الحمار خلاص ويعدموه فالوزير بتاعه قال له يا مولاي who will do حمار عشان الناس يقولوا ان الملك بيعدم الحمير طب انت شايف ايه خلاص نعلمه فالوزير كده قالوا اه نعلم ايه فاندم قال له نعلم الحمار فطبعا خلاص امالكي بتاعليم الحمار فطلع المنادي في قلب المدينة يا اهل المدينة الملك ييعرض لمن يعلم ايه الحمار فطبعا الناس كلها ماكر بحغية جوحة تقدم لايه هي انه يعلم الحمار وارح وتقدم بس اشترعت على الملك ان هو يجيب له ثلاث حاجات اولا يجيب له قصر بيت يعيش فيه هو والحمار وزوجته علشان يخدموه يعلموه وسانيا يصرف له قاتب ليه وللحمار وسالثا يدي له فرصة عشر سنين فالملك قال له طب ماشا اجيب لك مكان تعيش فيه واجد ديك فلوس بس ليه عشر سنين قال له انت لو عندك طفل ما بتبدأش تعقبه على العلام اللي تعلمه غير بعد عشر سنين فديني عشر سنين فمد جوحة قالت له ليه يعني كتير ما حد مش عمار هيتعلم قال لها مع العشر سنين دول هنكون نغنغنى وعيشنا وامبساطنا وفالعشر سنين يا هيببى الملك مات يا هيببى الحمار مات يا هببنا موت فاموت يا حمار اه فهبنا موت يعني حد فينا احنا التلاتة هيبب ايه هيببى مات ونببى امبساطنا العشر سنين دول العشر سنين خلصوا للحمار مات ولا الملك مات ولا جوحة مات فجوحة قعد خلاص بقى هيتعاقب قال له لو العشر سنين خلصوا هقطعها قدتك العشر سنين خلصوا وجوحة قعد يقول موت يا حمار موت يا حمار عشان كده عشان كده مع أنه عايزه أقولك على حاجة الحمار ذكي جدا بس لا ما أنت الحمار الحمار ما مش ذكي الحمار على تعوده يعني يعني بيحفظ المشوار من مرة واحدة يا مهة أنا من الفلاحين الحمار اللي كنت بتغديل الأرض مثلا يحفظ خط السير بس ما تقولهش له تعالى فيجيلك هو عم يحفظ خط السير يعني حتى لو شفنا لو نفتكر فيلم سعيدي طب مش ده زكاء ده حفظ خط السير ممكن عنده قدرة على الحفظ كبيرة بس يعني مش زكاء منه لو مش هكون بغلط في الحمار كمثل الحمار يحمله أوزاء هو حامل هو شايل هو مش عايف هو شايل إيه يحمل أصفار هو شايل مش عايف هو شايل بس هو شايل في فيلم سعيدي رايح جاي بتاع هاني أمزي لو نفتكر المشهد اللي هو الأخير تقريبا لما قالوا حمار أبوكس أشطر من حمار أبويا لما الحمار وصلهم للمقبرة ومكان المقبرة لأنه كان خط السير اللي هو ماشي رايح جاي بيه أنا أول مرة أعرف قصة موت يا حمار ورائي وبرضه بلح الشامب أول مرة أسمعها إذا أعايزين نعرف بقى اللي ما يعرفش يقول عتس إيه قصته اللي ما يعرفش يقول عتس المثل ده يعني من الأمثال المهمة جدا في حياتنا لأن كان فيه تاجة تزوج من واحدة جميلة جدا بس كانت لعوبة وكانت ليها عشيق وكان ليها علاقات جالية فهو عنده محل وفتح في المحل بيبيع بآلة فول عدس وغز والحاجات دي وكان عامل قوضة في البيت مغزن بمغزن للمحل ففي يوم قاعد في المحل فالبضاعة اللي موجودة خلصت فراح يجيب من البيت شوال عتس فلما راح يجيب شوال العتس وشالوا من القوضة اللي هو المغزن وطلعوا على باب البيت سمع صوت رجالي في البيت وهو سايب زوجته الصبحية ونزل المحل وسايب الستة لوحدها فسامع صوت رجالي فدخل لأ ستة مع الايه الست مراته مع عشائها طلع يجي فالراجل اللي هو العشيق خابت في شوال عتس وقعه وبهدل في القضف وطلع يجي وده يجي والناس قابلو في الشاعر يقولولو يعني حعم عليك جاهز واحد غلبان محتاج شوية عتس انت طلع تجي عشان خطر تمسك واحد جاهز ما جعان عان شوية عتس فقال لهم هلو ما يعرفش يقول عتس انتو جعبين ان اصلا بجهو منه ليه اه ده طلع الموضوع كبير طيب احنا كمان بنقول اللي على راسه بطحة يحسس عليها راسه بطحة بحسس عليها ده كان فيه حرامي كان فيه واحد عنده مزاعة دجاج في احدى الكرة وقرر انه فوجئ انه هو كل يوم فيه واحد بيسرق منه الايه الفيخ بتنقص كل يوم والبيض بينقص كل يوم منين من المزاعة فقال للعمدة قال له انت ازاي مش قادر تحفظ الامن والامان والمزاعة بتاعتي بتتسيع وما ينفعش وانا هشتكيك للايه للمسؤولين فقال له خلص ما اتضيعش نفسك انا هحيلك الايه الموضوع جمع اهل البلد نادى فيهم جمع الناس كلها وقال لهم ان الاستاذ فلان بالحج فلان بيتتق من المزاعة بتاعته كل يوم بيض وفاق وكده فقالوا له ازاي ده عاجل محتام واجل كريم واجل يعني ازاي ده حرامي وحش قال لهم طب اييه رأيكم با أن الحرامي ده موجود بينكم دلوقتي قالوا اه موجود دولوقتي يعني معنا دلوقتي يا سات العمدة قالوا اه م عاك وانا واحنا عافينه كمان قالوا تبدينا اما يا سات العمدة قال لهم اه ما هو عشان حرامي غبي وهو بيسر امباح الفاخة تمس جديد على ايه ففي صرع الحرامي لكي يتجي ل tiهمي على اقواص RICH هاشش لإيه؟ هاشش بيشة بصوعة كده فأله أقطوه ويعرفون أنه هو ده الحرامي ويجابوه اللي على راسه بطحة بطحة بحسس عليها طيب إحنا عايزين نعرف إيه أكتر مثل أنت حضرت عشان تجيب أصله كان أصعب يعني واحد عليك أجيب أصله المثل بتاع الشياء وعزم القطر أنا أول مرة أسمعه بأمانة يعني إن ده مثل الشياء وعزم القطر ولاك معلش أسلم الشياءية من البلد اللي عزم القطر المثل ده يعني فيه أقاويل كتير ولكن يعني البحث بقى في الأصل بيقولك أن كان فيه قطر جاي من إسماعيلية أو من بوسعيد هو رايح للمنوفية فالقطر تعطل عند إحدى قوى مدينة مينيا الأمح إحدى القوى مركز مينيا الأمح في الشرقية المركز ده كله قوى فالقطر تعطل هناك وكان فارمضان وساعة الفطار فوجئ الناس اللي موجودين في القطر بأهل القرية كلهم طلعوا من بيوتهم ومعاهم صواني الأكل بتاعت الفطار بتاعتهم وطلعوا على القطر علشان يأكلوا الناس اللي موجودين في القطر الناس كلها كلت وبعد كده القطر تصلح ورجع المنوفية فده أصل المثل بتاع الشاء وعزم القطر محمد إبراهيم تعيما نورتنا وبحقيك على اليوتيوب وحقيقي مسلية جدا يعني اليوتيوب بتاعت محمد يا جماعة هتستمتعوا جدا وانتو بتدخلوا هي ريحة الحبايب على اليوتيوب هتستمتعوا جدا سواء بتعرفوا السيارة الزاتية للفنانين الأسادزة فنانين السينما الكلاسيكية أو انتو تعرفوا أصل الأمثال الشعبية والقصص الطريفة الخلف هذي الأمثال بشكرك مسلية قوي 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 ومعموش يا مبود كبير ده حقيقي يا محمد صباح الورد عليك يا محمد صباح الهنا يا مها وصباح الهنا يا ياسمين وشكرا عليكم جدا صباح الورد عليك يا مها وصباح الورد عليك يا محمد مشاهدين احنا بكده وصلنا نهاية حلقتنا من صباح الورد بكرة ان شاء الله يتجدد اللقاء ساعة نص من قبل دلوقتي فقط وحسريا على شاشة قناة تاني